عقد الرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة توفير المواد الخام المحجرية اللازمة لتنفيذ مشروع القطار القهربائي السريع أكد مدبولي أن الاجتماع يأتي في إطار التنصيق لتوفير كل المواد الخام والمحجرية اللازمة بهدف إسراع سير العمل في مشروع القطار القهربائي السريع بالنظر إلى أهمية هذا المشروع والذي يخدم أهداف التنمية وتيسير حركة المواطنين بين مختلف أنحاء الجمهورية ترجمة نانسي قنقر